مشكلة عاوي صليهم عندي او لا عندنا؟ هم عندهم وانتك معاهم تقدر توضح لي؟ سمعت بالمقترح لدار النائف في البرلامان نائب عن ولاية وهران السيد واحد قال السيد الشيخ هو بدت دار مقترح ووفقوا عليه في البرلامان ودخل في قانون العقوبات اللي يقول كلام مشي شباب الغارمة والحبس الاقتراح هذا عجبني ملاح ملاح صح عجبني بالزاب اكفاهم بلوش ديطاي خلينا نشوفوا اللي راوا معنا اليوم في التحقيق السيد واحد قال السيد الشيخ نائب عن ولاية وهران شوف ابعته النا احنا اليوم رانا نشوفه وذي ظاهرة ما تخفل على ته جزيري انه كان بعض الاشخاص اللي راه ما يحترموش ايه بعض الالفات الشرع اذا بالعام ما وين يصبح الانسان ما يقدرش يخرج مع زوجة ولا يخرج مع اطفال تاعو صغار اللي لو يسمع هذه الالفات في اماكن عمومية صحة سامحني في الاماكن العمومية هذه زي ما نقولوا القانون سيبون راوا السيد المفعول نقولوا اضمطهم باش يعرفوا الناس دون جون ها كرام في الشارع واحد يوم تلفط قالوا ويش قال يترفد ديرك دوك انفهمك هي على كل حال القانون هذا جابش ينظم ينظم باش يدخل الناس للحبس معلوم سمحني باش نقولك المادة هذه على كل حال مش القانون وفي اطار هذه المادة انا انت اكيد قولي مجتمع قولي مجتمع عرفين نظام بس كل مجتمع سي النظام بس كويلة كان مكنش النيظام ولو في قانون اللغاة معلوم وكل انسان كي يخرج خارج في الاماكن العمومية في الساحات في الشواطئ في الاسواق اللي قله يفهم باللي ان الحرية تعود تتوقف عند بحداية حرية الشخص الاخر وبالتالي دروك هنا لو كان ما يكونش كاين هنا لك القدر والاحترام بنات نحنا كمواطنين مش غدوة تكون كاين تأخي وتكون محباً بالمجتمع نعم فهدير اني معاك ونزيدك حاجة خلين نزيدك ديفوة كان لبعض الناس كي مذكولة دي جانا كان يولي يطيح الكلام او ديفوة كان المرات تسمع كان يكون مع الوالدة أو كان بعض الحالات اللي واحد كي يسمع هذا الكلام ما يتقبلش معلوم